يا شيخ يا فضيلة الشيخ السؤال اللي بعد كده يقول يا فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك دلوقتي جوزي ضربني وأهني وطردني هو وأبوه وبقالي لحد دلوقتي ثلاث شهور وهو عاوز يرجعني ولا عاوز يتصالح وهو لا عاوز يرجعني ولا عاوز يتصالح ولا عاوز يتطلقني وبيقول هيفضل معلأني سنة ويعالما يرجعني ولا لأ أرجو الرد مع العلم أني عندي بنت وهو لا بيبعث مصاريف ولا أي حاجة أعمل إيه لإني في حيرة شديدة أول حاجة هنعمل ثلاثة أجراءات الأولاني هندخل الحكماء عشان يصلحوا ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نفهمه أن هذا حرام بل هو كبيرة أنه ما يبعثش فلوس وأنه يضيع أهله وأنه يمسك امرأة ويمنعها من الزواج ويخليها كالمعلقة كل دي كبائر والعزو بالله من كبائر الذنوب ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن اللي هو بيحصل ده اسمه والعزو بالله تضيع تضيع للأهل وتضيع الأهل ده من أعظم الاسم يعني من الكبائر إنه من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعود فده حرام ده اسمه والعزو بالله فلأجوز إنه هو يعمل كده فأنا بكلم يزوج حضرتك اللي أنت بتعمله ده حرام عليك وما فيش حاجة أسمها التربية بإنك أنت تخليها معلقة دي مش تربية دي ده بالعكس سوء أخلاق هذا سوء أخلاق لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم وهذا ليس من حسن الأخلاق إن انت تتعلق امرأة وتقول لا نعلقك سنة ويا عالم أرجع لك ولا ما أرجع لكيش ده حرام ده كبيراً اللي أنت بتعمله ده وسوء أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خصيمك يوم القيام لأنه هو وصاك على أولادك ووصاك على زوجتك فاللي أنت بتعمله ده حرام واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك يبقى أنت إيه اللي حاصل يبقى أنت تتق الله في نفسك وحاجة عندك واحد من الثلاثة لإما ترجعها يا إما تتصالح معاها يا إما تصريحها بمعروف لكن يعني يعني اللي أنت بتعمله ده وتعالى عزه بالله يجلب عليك الآثام من حيث لا تدري وإنت يا سيدي كرهتها يا سيدي عسى أن تكراه شيئاً طيب يا سيدي لا أنا مصر وعايز خلاص فريقها يا سيدي بالمعروف فيمساكم بالمعروف أو تصريحهم بإحسان فخلاص صريحها بإحسان يا سيدي لكن مش إنك أنت تضغط عليها وتؤذيها يا راجل ده هذه لحمك وعرضك ودمك اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله وديع عندك فإزاي تخون أمانة ربنا اللي أوداع عندك بهذه الطريق فاتق الله أما أنت بتسألين يا عامل إيه وانت لك الجائي إلى إيه إلى الناس إلى الحكماء من الأسرتين وخليه يعمل كده ما فيش غير كده خذي حق أولادك بكل وسيلة شرعية تجوز لك لأن أنت مش من حقك أن أنت تضيعي نفسك وأولادك بكل وسيلة من حقك أن أنت تأخذي حقك بكل وسيلة شرعية عشان تحافظ على بيتك وعلى أولادك